يواصل معرض الكتاب استعداداته النهائية لافتتاح فعاليات نسخته الخامسة والخمسين ينطلق المعرض غدا بشكل رسمي وحتى السادس من فبراير المقبل في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية نصنع المعرفة ونصون الكلمة شعر معرض الكتاب في نسخته الخامسة والخمسين هذا العام يأتي بسمة أثرية خالصة للحفاظ على الهوية المصرية فترى الجميع هنا على قدم وصاق يستعدون للانطلاق معرض الكتاب ده كان حلم للواحد وهو صغير فلما انشأنا در البحرانية ودخلنا في المعرض من أول سنة الشراك لنا الحمد لله رب العالمين بنلاقي أنه ده احتفالية جمدة قوي وخاصة معرض القاهرة الدولي للكتاب بنشارك في مجموعة كبيرة جدا من الكتب والإصدارات أهمها طبعا الروايات والمجموعة القصصية الدووين الشعرية مجموعة كبيرة جدا جدا من النتاج الأدبي نتيجة حصيلة سنة كاملة من الجهد الزهني اللي بيستغرق من الكاتب وقت طويل جدا بينتظر معرض الكتاب علشان يبقى سعيد بالنتاج الأدبي بتاعه تم اختيار دكتور سليم حسن هذا العام شخصية المعرض لما يمثله من قيمة تاريخية أثرية مصرية وهو ما يرتبط بشكل مباشر بالثقافة والقراءة واختيار الكتب بالمعرض بنستعد طبعا بالكتب الجديدة أنا مستعد الكتب الشباب عندي كتب رائعة في التنمية البشرية في كتب التربية في عندي الكتب إحياء تراص الشيخ محمد متوال الشعراوي التفسير كامل للشيخ الشعراوي عند متفرقات زي السيرة النبوية قصص الأنبياء الحاجات دي موجودة متنوعين في حاجات كتيرة مجالة كتيرة تطوير ذات كتب بروايات أطفال الحمد لله واختيارتها بتبقى كتب مترجمة والكتب دي أصلا الترجمة بتاعتها بتفيد أثار أكتر في المعرفة بنحاول إن احنا ننمي عقل الطفل مش بنعمل كتب أطفل بس عادي إنما لا بيبقى كمان بنحاول نحن نتواصل معه في كذا حاجة بنوع تنمية عقلنا وتتنوع المعروضات هذا العام من كتب تاريخية ودينية وأجنبية ومترجمة بالإضافة بفعاليات المعرض التي تعود عليها رواده من مصرح ورسم وفنون مختلفة خلية نحل من دور نشر وأصحاب أفكار ومبدعين وعمال يعملون سويا بهمة ونشاط من أجل الخروج بمعرض الكتاب في نسخته الخامسة والخمسين بأبهى صوره والذي يهدف في الأساس للحفاظ على الهوية المصرية تحت شعار نصنع المعرفة ونصوم الكلمة كاريم بيبرس التلفزيون المصري